قانون نيابي جديد لتنظيم مهنة المحامة أقرت لجنة تشريعية البرلمانية وخصوصا أن القانون الحالي مضى عليه وقت طويل وهناك عقبات قانونية ودستورية تعق تطبيق بعض نصوصه التعديلات تتضمن ما يتعلق بحصانة المحامين وأتعابهم ومركز التطوير والتدريب ومركز تحكيم المحامين للأسف كان كثير من الإشعاعات طلعت في الفترة الماضية كانوا كثير من التجني من بعض الناس في المهنة المحامة أن جمعية المحامين ستبت منعهم واللجنة هم وافقة وهذا كلام مصحيح الاقتراح الموجود فيه ما فيه شيء يتعلق بالسن وهو موجود عندنا من الاختراحات أنها نفس الشروط السابقة فيما تعلق شروط القبول هي نفس الشروط السابقة لا لها علاقة بالسن ولا لها علاقة بالتخصص نفس الشروط السابقة نفس المعمول السابق كما وافقت التشريعية على عدد من المقترحات منها اقتراحات تتعلق بهيئة الزراعة بما ينص على خفض مدة السماح بنقل ملكية الحيازة إلى سنة واحدة بدلا من خمس سنوات فيما يتعلق بالهيئة العامة للزراعة ثلاث اقتراحات أحلناهم موافقة على القوانين والاقتراحات وحالتهم للجنة المختصة يعني في احد الاقتراحات يتكلم على تخفيض مدة نقل حيازة من خمس سنوات إلى سنة السماح بنقل الملكية بعد سنة اقتراح بقانون لحوال الشخصية الجعفرية وكان عندنا ضيف واحد الزملاء نقشنا فقط الاختلافات الموجودة جمعناها 540 مادة تقريبا جمعنا من 540 مادة نقشنا جزء من الاختلافات لتوصل فيه تقريبا بحدود يمكن 64 مادة لكن هي مش خلفات جوهرية الخلفات الجوهرية ما تتجاوز يمكن 20 مادة اللجنة التشريعية أقرت أيضا المخترحة الخاصة بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على استبدال ممثل غرفة التجارة في مجلس إدارة المؤسسة بممثل عن وزارة التجارة والذي يعد أولوية لدى اللجنة المالية لتلفزيون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر